اشتركوا في القناة الموجودة على القناة بتحكي بشرح كامل ومفصل لهذا الانتقال وتأثيراته على الجميع وأيضا اليوم عند اكتمال القمر بدر وهو دلالة منتصف شعبان اللي طبعا برضو في على القناة تقدر تعمل بحث دعاء منتصف شعبان بصوت سعيد منع بتلاقيه موجود وطريقة استخدامه أو طريقة تلايته ودعاء وشو القراهة والوقت المناسب لالها طبعا اليوم القمر موجود عندنا في برج العذراء هو الان موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وخمسة وثلاثين دقيقة من بعد ظهر يوم الثلاثة بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السمات الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح وبما أن القمر موجود في برج العذراء معناته احنا منعود لطبعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما نترك واردي أو شاردي دون تفاحصها بنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود وهاي تعتبر الفترة أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين وشرب الكحول أو المهدئات والمسكنات وبوسعنا قناع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها بدأت من يوم 3-3 ورح تستمر لغاية يوم 10-3 ذروتها كان يوم أمس هاي زاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر أول زاوية هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بتكون بين القمر وبين أورانوس الساعة 10 و50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثرتها من ساعة الصباح الباكر أو من ساعة الفجر وبتستمر لغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر وبين الشمس وهاي الزاوية بما أنه تقابل يعني اكتمال القمر بدر وهاي الاكتمال رح يكون الساعة 12 و40 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش هذا الاتصال بيخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبما أن القمر رح يكون بدر ومنتصف شهر شعبان معناته في دعاء منتصف شهر شعبان موجود على القناة رح أحاول أحط لكم الرابط في أعلى الحلقة الآن في الأعلى بظهر هذا الدعاء بطريقته مقروء مسموع وأيضا كيف طريقة الدعاء أو كيف لفظ الدعاء ومتى يفضل قراءته كله موجود في الحلقة بالنسبة لانتقال زحل رح يصير في فترة هذا اليوم اللي هو بعد الاكتمال تقريبا رح ينتقل كوكب زحل لبرج الدلو ساعة وحدة و34 دقيقة بعد الظهر بتوقيت درينج رح ينتقل من برج الدلو لبرج الحوت طبعا هو رح يظل موجود في برج الحوت حتى لو تراجع يعني حتى لو دخل الحمى ويرجع للحوت وكمل ولكن خروجه النهاية رح يكون يوم 14-2-2026 موجود الحلقة بالتفصيل صارت موجودة على القناة بالنسبة لحركة التراجع لكوكب زحل اللي رح تصير هذا العام لغة 2023 رح تكون مساء يوم 17-6-2023 ورح يستمر التراجع حتى صباح يوم 14-2023 أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 11-5 دقائق مساء بتوقيت درينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر تقريبا وبتستمر لغاية صباح اليوم التالي اللي هو صباح يوم الأربعاء بيخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة مشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا أي كلمة أو تصرف ممكن يثوروا ثورة عارمة من الغضب لأقل الأسباب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذن بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا إذا ما كانت اضطرارية جدا يفضل تأجيلها لأن القمر بدر يعني ميوع بالدم ويعني ممكن يصير بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالدم ونزف الدم والمرهاي وخصوصا الأشخاص اللي بيأخذوا مميعا الدم هذا اليوم مناسب العمليات التجميل مثل الحقن ولكن مش الجراحة وأيضا يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي يعني ممكن الصبغ أو الحنة ولكن لا يصلح للقص العلادي بما أن القمر رح يكون موجود في برج العذرة معناة كله المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء ثمانية ثلاث بيبدأ كله المسار ساعة ثنتين وست دقائق عصرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وثلاث واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل خمسة عشر يوم في تمام الساعة ثلاث وواحد واربعين دقيقة عصرا بيصير عمره ست عشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحس اليوم بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في العذراء حتى يوم ثمانية ثلاثة سعيد الآن بنسبة خمسة Friends في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة أربعين في ساعات العصر برجع منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الحوت حتى يوم تساعة عش ثلاثة منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 70% المريق في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو وبدو ينتقل للحوض زي ما حكينا ورح يبدأ أعمالية التراجع يوم 17-6 هو سعيد الآن أو اليوم بنسبة 15% ورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوض حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتون في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يتراكم العمل أكثر من المعتاد لأن القمر الآن موجود في البيت السادس يعني بد يركز على العمل وعلى الصحة وهاي بداية وراحل المقابلة وممكن اليوم تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم أيضا اللي بيشعر بأشياء غير اعتيادية بدوا يراجع الطبيب وحاولوا إيجاد الحلول عالجوا المسائل الطارعة وحاولوا أنكوا تتوصلوا لاتفاق بليوني بدون عصبية وعثوا عن حليف أو عن داعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء أو شركائكم أو زملائكم بالعمل الأهم أنكوا تركزوا على أعمالكم بشكل جيد وما تقدموا أعمالكم ناقصة واهتموا بصحتكم برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليهم الطاقة عالية جدا بالنسبة لأيكم لأن القمر موجود في البيت الخامس بيت الحض والعاطفة والترفيه عشان هيك بتظل اليوم رغبتكم قوية في التقرر من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم ربي حيطك الفلك بالحيوية والحماسة وعندك قدرة عالية جدا لمتابعة أي مسألة وللتواصل مع المحيط فعرقم هذا اليوم ممكن يكون من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا راح تشعروا بالطمانينة والراحة تقدر اليوم ترفعوا عن نفسكم أو تعملوا أي شيء إلو علاقة بتغيير المظهر تغيير اللباس تغيير النفسية التقرب من الأحبة الحب الغرام يعني الأجواء ممتازة جدا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشغلوا في تنظيم أموركم اللي إله علاقة بالبيت والعائلة هذا أكثر شيء بيشغل تفكير موليد برج الجوزة بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم مثل ترميم أو تصليحات أو مشتريات أو صيانة وبتشعروا ببعض يعني في بعض الأوقات هيك حزن تعب ذكريات شغلات هيك وممكن تبحث عن ملاذ آمن أهم شيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن يكون في بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب حدث معين أو حدث طارئ أو إنشغال عائلي أو بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة حاول أنك تكون مرن ولي في حلها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكون أكثر وحيا على الطرقات خاصة أثناء التنقلات وأثناء قيادة السيارة من المخالفات أو الحوادث أو الأعطال فالاهتمام كله رح يكون علوه علاقة بالاتصالات والمواصلات خلال هذا اليوم في كثير من الإيجابيات ممكن تشتري سيارة أو تصلح سيارتك وعندك قدرة على النقاش والحوار والإقناع أهم شيء كما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم رح يسجل لك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة أو الأيام المقبلة أجواء إيجابية سرعة بديها قدرة على الإقناع حوار نقاش تسويق تبادل العواطف برضو ممتازة جداً بالنسبة لإلك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكو تخففه من النفقات قدر المستطاع بما أنه الآن القمر صار موجود في بيت المال معناته مصريف أو دفعات أو رغبات في التسويق مشتريات غير ضرورية فعشان هيك بتكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بوضع مالي معين أهم يشانكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ممكن يعني يصير في نوع من أنواع التبذير فعشان يبدأ تكون عاقل ومتيقض قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك بشكل جيد طبعا في بعض الأشخاص ممكن يحصلوا على مكاسب مالية تيجي من أعمال إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم برج العذرة بالنسبة بالنسبة للموليد برج العذرة طبعا القمر صار موجود عندكم اليوم أنت وثقتكم بأنفسكم كبيرة وعندكم قدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم فترة واحدة طاقتكم حلوة في نوع من أنواع الاتفاق على تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكارك بشكل جيد أو تجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة بضوح بالأفكار حيويتك رائع جدا حتى رح تكون ملفت للانتباه بالنسبة الجنس الآخر فعشان هيك حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية صحيح أن الشمس وجودها مقابلك تضعف من طاقتك ولكن اليوم القمر رح يعزز هاي الطاقة درجة زيادة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم مش من أيام السعد بالنسبة لأيكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب في العدراء فعشان هيك هذا اليوم بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصح ومدكوا تتحملوا هذا اليوم وتصبروا لبكرة لحديد ما القمر يوصل عندكم فعشان هيك يا أغلى موليد برج الميزان بيشعروا بالتعب أو تقلب المزاج أو الحساسية وممكن يفكروا في إلغاء الموعيد أو الاتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين ومن العصبية ومن المواجهات وإصدار القرارات الحاسمة رح تلاحظ أنه اليوم بتهدأ الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية هي إجمالا تعتبر فترة وجود القمر في بيت المتاعب فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم كل الفائدة رح تكون على الوضع الاجتماعي وعلى لقاء الأصدقاء ومعارفكم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شي أنه ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة وحاولوا أنكم تلعوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية وواسعة الرؤية بتكون واضحة أهم شي أنه يعني ما بجوز أنكم تترددوا باتخاذ القرارات أهم شي أنه ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم وما تكونوا حساسين زيادة لأي كلمة أو موقف ممكن أحد الأصدقاء يقوم فيه حاول قدر لأن كان تستمتع يومك مع أصدقائك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو اليوم ما تجازفوا بسمعتكم لأن القمر في بيت السمعة ولا حتى باستقرار وظيفتك أنك تعمل مشاكل وتدخل بمشاحنات أو مواجهات ما بينك وبين رئيسك بالعمل عشان هيك حاول أنك اليوم تبعد عن أي مخالفة للقوانين أو للعادات والتقاليد ما في داعي للمغامرات والمجازفات عشان تحافظ على سمعتك حاول تجتهد أكثر بعملك لأنه ممكن تحصل على ترفيع أو رضى المسؤولين عنك أهم مش أنك تتجنب التصرفات الارتجالية ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطو بالتنقلات بالسفريات بالاتصالات بالتعامل مع الأجانب بالامتحانات الجامعية اليوم مميز جدا بالنسبة لكم أهم شي تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن عندك اندفاع عندك حماسة أو هدول الأمرين رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك وطاقتك العالي جدا إن كان بحوارك بحوارك بنقاشك بمنطقك فلسفتك يعني عندك قدرة حلوة جدا بتطمئن خواطرك اليوم بتختفيها واجسك تعتبر فترة إيجابية جدا أهمش إنك ما تضيع عليك الفرص الإيجابية انطلب بحوار ونقاش واتصالات وممكن يجي خبر من خارج البلاد من أحد الأصدقاء أو المعارف أو حتى ممكن اللي عنده امتحان جامعة أو مقابلة اليوم ينجزها بشكل جيد برج الدلو بالنسبة ل موليد برج الدلو طبعا القمر في البيت الثامن يعني رح يركز على الأموال المشتركة فابتكون تتفحص وحسابات مالية مشتركة اليوم حاولوا تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية بتكونوا مارنين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلق ابحثوا عن الحلول اللي بيرضي مختلف الأطراق وما تهملوا لا ملف ولا قضية ممكن بعضكم يهتم بأمور إلها علاقة بتأمين ببنك بقرب بأمور مالية مطالبات بالحقوق أو حتى ميراث ولكن أهم شيء أنه اليوم لا تكفل حد ولا تضمن حد لأنه إذا بدأين حد فلوس اليوم أو تكفل حد اعرف أنه رح يخذلك وإنت رح تتورد في هذه المسائل برضو ابتنع عن أي أمور إلها علاقة بالمضامرات المالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء بالعمل أو العاطفي أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل لأنه اليوم زي ما حكينا هو جيد تتعاون مع الزوج الزوجي تتحاور وتتناقش ولكن بدون عصبية وعواصف حاول تكون مرن هدوء تام لأنه انت طاقتك ضعيفي اليوم أي مواجهة أو أي مشكلة أنت رح تكون الحلقة الأضعف ورح أنت تكون الخاسر لأنه الخصم أقوى منك بغير الفترة فبدأك تحافظ على هدوءك ما تعصب ما تنفعل ما تتخذ قرارات كون مرن أجل الأمور الحديث ما توصل يعني القمر يوصل لبيت مساعد لا إلك أو يكون قوي لا إلك مرضوء اليوم في فرص للارتباط أو حتى أمور لها علاقة بالوضع العاطفي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا المعلدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلا لكا ترجمة نانسي قنقر